هذا اذا قبلنا ان القرآن يحتاج الى شنو تفسير اكو نظرية تقول لا القرآن ما يحتاج الى تفسير يحتاج الى شنو شنو الى التعبير يقول اساسا نظرية التفسير باطلة في كل المنظومة القرآنية لماذا لانكم تتصورون انتم ان هذه الفاظ تحتاج الى تفسير لا اعزائي هذني الفاظ عبر بها عن احلام والرؤى التي رأها النبي الاكرم فهي تعبير وليست ماذا هذه النظرية الموجودة لبعض المعاصرين ان شاء الله في الابحاث اللاحقة سأشير اليها انه احنا ننطلق ان القرآن يحتاج الى تفسير لو ان القرآن يحتاج الى ماذا للرؤية شنو تفسرون لو تعبرون فالرؤية تحتاج الى ماذا الى تعبير اما الكلام الواضح يحتاج الى ماذا او الكلام يحتاج الى تفسير فالقرآن يحتاجه الى تفسير له يحتاج الى تعبير شو تقولون المبنى شوه اصل الموضوع الذي تنطلقون منه ما هو فان كنتم تعتقدون ان هذه مجموعة رؤى رآها النبي وان كانت رؤى شنو هي صادقة صادقة من الرؤية الصادقة على نحوين رؤية صادقة كرؤية ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحه هذه تحتاج التعبير او لا تحتاج الى تعبير لا تحتاج الى واضح ولهذا همتنا ماذا قال الابن اسماعي ها تله للجب لانه هذه تحتاج الى تعبير او لا تحتاج اما يرى سبع بقرات سمان او كذا يأكلن سبع بقرات سمان اجاف السمان هذه يحتاج التعبير او لا يحتاج ها فما رآه النبي كرؤية ابراهيم لو ما رآه النبي كرؤية ذلك عزيز مصر اي منهم ياه انظروا الى الاصول الموضوعية لفهم النص القرآن هذا ان شاء الله بعد ذلك عندما ننتهي من هذا البحث ننتقي الى ذلك البحث انظروا الى 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 ال